السلام عليكم ورحمة الله نستكمل اليوم الجزء الثاني من أسرع طريقة لحفظ سورة ياسين بشكل لا تنساها أبدا إن شاء الله طبعا أخي الحبيب يجب أن ترى الجزء الأول لكي تتابع معنا لأننا ذكرنا في بدايته الطريقة التي تجعلك تسرع عملية الحفظ هذا أولا والطريقة التي تجعلك لا تنساها هذا الحفظ وهي طريقة التدبر كلما تعمقت في الآية أكثر وكلما فهمتها أكثر وكلما تدبرتها أكثر سوف تضمن أنها تترسخ في قلبك أو تكون في صدرك لأن الله تعالى يقول بل هو آيات بينات في الصدور الذين أوتوا العلم أوتوا العلم يعني فهم هذا القرآن وعلم حقيقة هذا القرآن فسورة ياسين أخي الحبيب حتى تضمن عدم النسيان يجب أن تتدبر هذه السورة والتدبر كما قلنا في اللقاء الماضي أن تفهم وتحفظ وتطرح الأسئلة لماذا يقول الله هذه الآية ما هو الهدف منها ماذا أستفيد منها في حياتي يعني يجب أن تطبق كل آية في حياتك كل آية من آيات القرآن فيها فائدة يومية لك وسنكتشف هذا إن شاء الله من خلال هذه الآيات التي سنحاول أن نفهمها ونتدبرها إن شاء الله توقفنا في اللقاء السابق عند الآية 27 قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين انظر كم أحب لهم الخير على الرغم من أنهم قتلوه وقلنا ينبغي أن تحب الخير لكل الناس مهما أساء لك هذا درس نتعلمه من سورة ياسين كلما آذاك أحد قل يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين بما أن الله فضلك على هذا الظالم هذا الذي أكل حقك هذا الذي أساء لك هذا الذي افتر عليك هذا الذي شتمك هذا الذي سرقك قل الحمد لله أن الله أكرمك أنك لم تكن مثل هؤلاء فهذه النعمة ينبغي أن تحمد الله عليها أنك لم تكن أنت مكانهم وما أنزلنا على قومه من بعده من جندا من السماء وما كنا منزل هذه قصة الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وأراد لهم الخير يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ثم قال لهم وما لي لا أعبد الذي فطرني وليه ترجعون إله خلقني ألا أعبده أتخذ من دونه آلهة لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون هذه الأصنام هل ستنفعني إذا أصابني مرض هل ستشفيني مثلا فهنا بعد ذلك يقول لهم إني آمنت بربكم فاسمعون لم تتحمل أذانهم سماع الحق فقتلوه على الفور فأدخل الجنة على الفور سبحان الله قيل يا ليت قومي قيل ادخل الجنة ماذا قال وهو بعد الموت مباشرة عندما رأى الجنة ورأى النعيم ورأى ما أعده الله له قال يا ليت قومي يعلمون لم يقل يا رب انتقم منهم أو اقتلهم كما قتلوا يا ليت قومي يعلمون هو يحب لهم الخير وهو ميت تصور بما غفر لرب وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إذن هؤلاء ختم الله على قلوبهم لم يرد لهم الهداية لأنهم قتلوا رجموا أنبياء الله وقتلوا الناس الصالحين إن كانت إلا صيحة واحدة هنا يصور لنا القرآن الصيحة التي سينفخ من خلالها إسرافيل سينفخ في الصور إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون كل الخلائق ستخمد وتموت وكل شيء هالك إلا وجهه كل شيء سيفنى كل من عليها فان الكون كله سيفنى الكائنات كلها ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرم الذي سيقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهر هنا الله ماذا يقول يا حسرة على العباد بعض المشككين قال إن الله يتحسر جاهل هل الله يتحسر على نفسه هل يقول يا حسرتي أنا هذه لغة عربية الله يقول يا حسرة على العباد يعني الحسرة عليهم وليست على الله عز وجل فلذلك بعض هؤلاء المشككين قال المسلمون يعتقدون أن الله يتحسر أو يندم أو كذا هذا خارج اللغة العربية هذا الكلام الله هنا يقول يا حسرة على العباد يعني هؤلاء الذين أرسل الله لهم الرسل ونصحوهم ولم يطلبوا منهم أجرا طلبوا شيئا واحدا هو أن يؤمنوا بالله فقط على رغم من ذلك قتلوا الأنبياء وقتلوا هذا الرجل الصالح الذي جاء من أقصى المدينة وهو يصعى يحاول أن يقدم لهم الخير يحاول أن يقدم لهم النصيحة لينقذهم من عذاب الله ولكن أرادوا لأنفسهم الهلاك والعذاب يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون سبحان الله هذا الواقع نعيشه في كل زمن حتى اليوم عندما تأتي لتقدم أحيانا نصيحة لإنسان تجد أنه لا يستجيب أحيانا قد يكون هذا الإنسان هو ابنك لا يستجيب لك يعقك ويسيء إليك ويظلمك مع العلم أنك أنت تريد له الخير ولكنه يريد الشر لنفسه يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون لذلك يجب وأنت تسمع هذه الآية أخي الحبيب من باب التدبر أن تقول يا رب لا تجعلني من هؤلاء يعني أنا أريدك أن تتفاعل مع هذه الآية أريدك أن تتفاعل مع كلمات هذه السورة لتشعر بها عندما تمر على آية يا حسرة على العباد قل يا رب لا تجعلني من هؤلاء وهنا القرآن ينتقل لموقف مهم جدا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون يعني أمم أهلكها الله أين فرعون اليوم أين الطواغيط أين المتكبرين أين هتلر مثلا لا شيء ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون من الأمم أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون يجب أن تعتقد أن هناك يوم هو يوم الحساب وأن كل لما جميع يعني كل الخلائق محضرون عند الله هذه الآية تدعوني أنا للفرح والإطمئنان والتفاؤل لماذا كل إنسان يتعرض لمشاكل أيها الأحبة في حياته ظلم أذى شتيمة يؤكل ماله يسرق والله هناك يوم هناك يوم سيحضر الله أمامه كل الخلائق ولا مفر يومئذ من الله سبحانه وتعالى فهذا الإله العظيم سيأخذ حقي هناك يوم سأخذ حقي كاملا من كل من ظلمني وكل من أساء لي وسأخذ ثوابا على كل لحظة تألمت فيها وسأخذ أجرا على كل لحظة صبرت فيها على أذى الناس فعندما تعيش هذا الإحساس أخي الحبيب عندما تعيش في جو مليء بهذه العقيدة اليقينية أن هناك يوم لا ريب فيه لا شك فيه سيأتي وتجتمع الخلائق عند ربهم سبحانه وتعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون ففي ذلك اليوم كل إنسان سيأخذ حقه إذن لماذا الحزن ولماذا الألم ولماذا الاكتئاب والتعب هذه آيات تدعوك للتفاؤل ونحن قلنا في اللقاء الماضي كل آيات القرآن تدعوك للتفاؤل هنا يأتي القسم الثاني من هذه السورة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها انظر إلى هذه الأرض صحراء يأتي المطر فتنبت وتدب فيها الحياة والكائنات الحية سبحان الله وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون هذه الآية يجب أن تسأل نفسك لماذا أنزلها الله ماذا يريد الله أن يقول لي كيف أطبقها في حياتي هذه الأسئلة يجب أن تسأل نفسك أخي الحبيب لكي أنت تستنبط معاني جديدة لكي تشعر بالآية لكي تطبقها كمنهج في حياتك بهذه الطريقة لا تنساها أبدا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها الله الذي أحيى هذه الأرض قادر أن يشفيني قادر أن يرزقني الله قادر سبحانه وتعالى وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون إذن الله يذكرني بهذه النعمة لأحمده فأقول عندما أقرأ هذه الآية يا رب لك الحمد أن خلقتني وأن سخرت لي هذه الأرض الكرة الأرضية كانت قبل ملايين السنين ميتة أيها الأحبة لا حياة فيها قبل مليارات السنين أقصد لا حياة فيها لا نبات ولا أي نوع من أنواع الحياة فالله عز وجل أحياها بهذه المخلوقات والكائنات والنباتات والمطر والبحار والأنهار وغير ذلك وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يعني ينابيع تتفجر أين هذا الماء العذو الذي نشربه من الذي صنعه أليس هو الله هذه الآية عندما تقرأها أريدك أن تستشعر رحمة الله ونعم الله عليك وتقول الحمد لله الحمد لله أنه سقان هذا الماء العذب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه من الذي صنع هذه الفاكهة والثمار والخضار وكل ما نأكل لو لا الطعام لموتنا وانقرضنا منذ زمن من الذي خلق كل هذا الطعام؟ من الذي خلق العسل؟ لبن سخر النحل النحل وجد على الأرض قبل مئة مليون سنة سخره قبل أن يخلقك أيها الإنسان بمئة مليون سنة ليصنع لك عسلا فيه شفاء البقر خلق قبل الإنسان بملايين السنين سخره لك لينتج لك هذا اللبن لبنا سائغا للشاربين هذا النبات الذي ترى خلق قبل مئات ملايين من السنين هذه السمر لتعطيك هذا الغذاء فإذن كل هذا يدعونا أن نشكر الله سبحانه وتعالى ليأكلوا من سمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون؟ طيب هل فكرت وأنت تقرأ سورة ياسين؟ أنت تقول عندما تقرأ هذه الآية تقول والله يا رب فعلا أنا مقصر أحمدك يا رب على هذه النهام أنت تقول الحمد لله رب العالمين أقل كلمة تقولها الحمد لله رب العالمين ثم يقول هنا رب العزة عز وجل سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون هنا أنت تسبح الله تقول سبحان الذي خلق الأزواج كلها فيجب أن تصمت قليلا أو تتأمل قليلا ثم تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله تكرر التسبح النبي كان يسبح الله مئات مرات كل يوم لأن سبحان الله هي طريقة لمغفرة الذنب من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطايا هو إن كانت مثل زبد البحر التسبيح هو وسيلة لحط ومحو وإلغاء الذنوب تماما وبالتالي أخي الحبيب سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فهذه النعم الكثيرة تستدعي أن نحمد الله عز وجل ثم ينتقل بك سبحانه وتعالى إلى الليل والنهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون إذن أولا وآية لهم الأرض الميتة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون هذه الآية الأولى الآية الثانية وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فعلا النهار يشبه طبقة رقيقة تنسلخ على الأرض عندما ننظر إلى الأرض من الخارج نجد طبقة النهار رقيقة جدا لا تتجاوز مئة كيلومتر مقارنة بقطر الأرض بحدود 13 ألف كيلومتر مئة كيلو فقط طبقة النهار وتبدو كأنها تنسلخ مع دوران الأرض مقابل الشمس كأن هذه الطبقة تنسلخ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار إذن الليل هو المسيطر على المشهد وفعلا الكون مليء بالليل النور لا يشكل إلا أقل من 1% من الكون معظمه مظلم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري انظر إلى هذا التعبير العلم الدقيق الشمس لا تدور ولا تتحرك بحركة مستقيمة آخر الأبحاث العلمية تقول إن الشمس تجري صعودا وهبوطا هكذا حول مركز المجرة ولكنها تصعد وتهبط وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم الشمس لها نهاية والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم يعني عود النخلة هذا المنحني العرجون القديم على فكرة منازل القمر معقدة جدا بعد القمر عن الأرض وبعد الأرض والقمر عن الشمس ومدة دوران القمر حول الأرض ومدة دوران الأرض حول نفسها 24 ساعة تقريبا ودورانها حول الشمس 365 يوما هذه المنظومة شديدة التعقيد تعطيك منازل فريدة للقمر لا تجدها في أي كوكب آخر من خلالها نستطيع معرفة السنين والحساب وفي أي سنة أنت وفي أي شهر وفي أي يوم وفي أي لحظة سبحان الله والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم العرجون طبعا هو عود النخلة هذا المنحني يعني هنا يشبه أو يعطيك يصور لك القمر عندما يكون مثل الهلال ثم تتكرر هذه الصورة ثم يقول للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر تصور لو أن هذا الكون عشوائي كما يقول ملحدون لو أنه بالمصادفة وصدمت الأرض بالشمس أو بالقمر أو الكواكب صدمت ببعضها ما هو مصيرنا نحن نخاف من من كارثة ستقع أن هناك مثلا كويكب سيقترب من الأرض نخاف هناك مذنب سيقترب نخاف فكيف لو اصطدم القمر بالأرض سيفن الحياة أو كيف لو اصطدمت هذه الكواكب بالشمس للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار يعني لا يمكن للليل أن يسبق النهار وكل في فلك يسبحون سبحان الله كل شيء يسبح في فلك في مدار أو مسار محدد وهنا لماذا لم يقل مدار نحن تعلمنا في علم الفلق قديما يقول مدار الشمس مدار القمر وهذه كلمة غير صحيحة علميا أيها الأحبة لأن مدار يعني دائري لا توجد حركة دائرية في الكون أصلا يعني حركة الأرض حول الشمس ليست دائرية هي إهليليجية أو بيضوية مثلا حركة القمر حول الأرض أيضا كذلك حركة المجموعة الشمسية كلها تجري جريان هكذا يعني إذا خرجنا خارج الأرض وابتعدنا عن المجموعة الشمسية حتى الأرض لا نجدها تدور ولا نجدها تتحرك بخط مستقيم بل إنها تتقدم وتصعد وتهوي تصعد وتهوي هكذا فهنا حركة جريانية أيها الأحبة لذلك قال وكل في فلك يسبحون سباحة يعني صعود وهبوط السباحة لا تكون هكذا بخط مستقيم بل صعود وهبوط موج البحر كيف يكون واستخدم كلمة فلك أي مسار محدد وليس مدار انظر معي فلذلك هنا تبدو هذه الدقة العلمية العجيبة في القرآن تتجلى أمامنا في عصر العلم فنحمد الله عز وجل أننا لا نجد تناقضا بين العلم والقرآن فهذا يدعوني أن أقول الحمد لله ماذا لو كان القرآن مثل بقية الكتب المحرفة مليئة بالخزعبلات والأساطير والكلام الفارغ إذن أحمد الله أنه حفظ هذا الكتاب من التحريف وأنه أعطانا هذه الحقائق العلمية لتطمئن بها قلوبنا ولنفتخر بانتمائنا لهذا الدين الحنيف أنه دين العلم ودين المنطق ثم يقول سبحانه وتعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون الفلك المشحون يعني السفن على رغم من أنك تشحنها أو تملأها بالبضائع وبالبشر لا تغرق سبحان الله هناك قوانين دقيقة قوانين الكثافة ودافعة أرخاميدس وقوانين دقيقة جدا تتعلق بالجاذبية تجعل هذه السفن الفلك متوازنة وآية لهذه آية من آياتنا لو اختل أي قانون لن نستطيع أن نركب أي سفينة في البحر لو أن ملوحة البحر أيضا اختلفت ستختل هذه الأمور يعني كل شيء مدروس سرعة الرياح مدروسة مبرمجة درجات الحرارة لو ارتفعت لتبخرت البحار أصلا لا نجد ما نسير عليه في هذه البحار فكل شيء مدروس سبحان الله وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون خلقنا لهم الطائرات الصواريخ السيارات القطارات وسائل النقل طب لماذا هنا قال خلقنا حقيقة أيها الأحبة لو نظرنا اليوم إلى أي اختراع لنقول الطائرة المادة الأولية الله هو الذي خلقها سواء كانت الحديد أو البلاستيك أو الألمينيوم أو أي عناصر أخرى الهواء الله خلقه القوانين الله خلقها الطائرة تسير بقوانين قوانين آيرو ديناميك وغيرها تسير فيها العقل الذي اخترع الطائرة الله هو الذي خلقه إذن الله هو الذي خلق كل شيء ماذا فعلت أيها الإنسان ولا شيء هل يستطيع الإنسان أن يخلق طائرة من العدم لا هو يستخدم ما خلق الله بأيديه التي خلقها الله بدماغه الذي خلقه الله بتفكيره وإبداعه الذي خلقه الله إذن هنا الله هو الذي خلق كل شيء وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم يعود للفلك السفن فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إذن هنا أيها الأحبة أحب أن أتوقف لك لا أطل عليكم أريدك دائما أن تتذكر هذه الآية وتقول يا رب نجيني من المهالك كم إنسان يغرق كل يوم كم إنسان يتعرض لحادث بسبب وسائل النقل كم إنسان يفقد أطرافه يفقد حياته إلى آخره بسبب حوادث تتعلق بوسائل النقل والمواصلات فأنت هنا ينبغي أن تحمد الله وتقول يا رب نجيني من هذه الحوادث نجيني من هذه المهالك فرحمتك أوسع من كل شيء إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين ومتاعا إلى حين إذن هناك وقت سنعود فيه إلى الله سبحانه وتعالى سنقف جميعا أمام الله لينظر ماذا عملنا في هذه الدنيا ويحاسبنا على كل كبيرة وصغيرة أنا أود أن أتوقف هنا أيها الأحبة إن شاء الله نستكمل في اللقاء الثالث قريبا بإذنه تعالى كيف نتدبر هذه الصورة المباركة كيف نعيشها في حياتنا كيف نستفيد منها في علاج أنفسنا في تغيير طريقة تفكيرنا للحياة وبالتالي كيف نلقى الله ونحن حافظون لهذه الصورة المباركة وإن شاء الله نحفظ القرآن كاملا بهذه الطريقة التدبرية التي تعتمد على التدبر الفهم الحفظ المتقن وطرح الأسئلة والتفكر المستمر أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها نسأل الله عز وجل أن لا يجعل قلوبنا مقفلة أمام كتابه العظيم وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق ورحمة الله تعالى وبركاته